السلام عليكم الطلاب والطالبات المرحلة الرابعة تجربتنا اليوم اسمها The Characteristic of the Laser Dial خصائص الـ Laser Dial مثل ما قلنا احنا عدنا نوع من انواع الليزرات هو Laser Dial الغرض من التجربة تأجزام The Characteristic of the Laser Dial فحص خصائص الـ Laser Dial الأدوات المستخدمة عدنا كما ترون Laser Dial هذا الـ Laser نوع من انواع الليزرات الـ Semiconductor DC Power Supply هذا الـ DC Power Supply والمتر والـ Variable Resistance مقاومة متغيرة هذه مقاومة متغيرة نقدر نغير بها طائمة المقاومة الـ Power Meter الـ Power Meter والـ Volt Meter والـ Volt Meter وجود Volt Meter الآن طلاب أول شيء نأتي على رسم الدائرة كل مهمة رسم الدائرة اللي متكونة من الـ Power Supply الآن أجيب أجيب من الموجب الـ Power Supply ويا من ويا موجب المقاومة موجب المقاومة مع المن يروح الموجب سالب المقاومة يروح الموجب الـ Am Meter سالب الـ Am Meter نأخذ الـ Wire مشترك المن نأخذه للـ Laser Dial الـ Laser Dial والـ Volt Meter مثل ما موجود موجب موجب السالب المقاومة يروح الـ Am Meter والـ Am Meter المشترك في Volt Meter والـ Laser Dial وبعدين نهاية الدائرة نروح للسالب مال الـ Volt Meter الآن نأخذ الخطوات بالتجربة أول من الـ Procedure التي لدينا تضع الـ Am Meter 20 ميلي أمبير 20 ميلي أمبير الـ Am Meter عندي أخلي على 20 ميلي أمبير من الأكثر تدعي عطي وحكرا مثل ما قلتوا لكم وحكرا نربطها دائرة مثل لـ Figure 2 الموجود التنزل ليستقع حاول إلى مدر الأوقف المدر 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 ارجع اشغالها من جديد اخلني مقاومة الف بالبداية اشتغل ستة اشتغل ستة اشتغل ستة اشتغل الليزر هذا الليزر الدايور نكتب الجدول موجود على الصبور مقاومة الار بالون والار بالدي سي والفواطية والواتيكا سوف اضطيكم ايها سوف اضطيكم ايها سوف اضطيكم ايها كيف سوف نحسب التيار اعني خليت مندي بالالف قاومة الف بعدين تسعمية ثمانمية سبعمية ستمية خمسمية اربعمية ثلاثمية ميتين ميتين طبعا هاي اضطيكم ايها ان شاء الله بعد الحضر نشتغلها بيدنا بالبداية بده تزيد الفولتي هنا اعدي اقللها خمسة فولت تسعة هس اجي انا سويت مقاومة الف والتيار ستة فولت بس نقرأ بالميلي امبير شكت عندنا 0.6 بس اجيل 0.66 ما اغير اغير بالمقاومة المتغيرة اعطيك قبل ما اغير ارجع على الصفر شكت اغير من عندي تسع مية ما اغير ما اغير النيزر واسجل هنا الاميتر عدي شكت 0.7 0.7 خلا اسجل 6 مية بعدين اغير من المقاومة هاي المقاومة تغيرة شكت اسويها 800 800 800 800 0.8 50 اغيرها 700 0.7 97 9 9 7 شكت 1.1 4 ده اغير من المقاومة هنانه وده اخرها بالاميتر شكت بالخمسمية 1.36 بالاربعمية 1.71 2.8 3.4 المية هاي اخر واحدة 6 0.7 هاي هنانه اعلى صار شوف اظلا انا هنانه سجلت المقاومة غيرتها بالمقاومة تغيرة طلعت التيار عن طريق الاميسار الفلتية تحسبون قانون on ir تساوي طلعون قيمة الفلتية الباور اوتيكال باور انا نحنطيكم باينته هسه نجعل المطلوب اللي انت رح تشتغله انتم صحيح هذا الظروف لازم نتحمل كليتنا بس نعدي هاي الفترة وان شاء الله الفترة القادمة تجون للمختبر وتشتغلوها بيدكم هسه المطلوب اول مطلوب هنا نعدي بالملزمة ارسن الراف بين الفلتية والتيار بين الفلتية والتيار الرسم الثاني ارسن بين التيار والاوكتكال باور مثل ما موجود على الصبور هاسه صورة الصبورة اخذكم صورة الصبورة وتسجلون القيم كالكولات اي تيار اي تيار وعدي التيار وعند الاوكتكال باور اشلون عن طريق السلوب ارسم لسن بياني وطلع قيمة السلوب هذا قيمة السلوب هو يمثل قيمة الاي فيوري عسى المرفقات التي تريدوها ملزمة لهذه التجربة وكام القيم التي طلعناها بالتجربة شكرا جزيلا